كل أبناء النادي الأهلي اللي موجودين في المنتخب الأوليمبي أحمد نبيل كوكل بالمناسبة عيد ميلاده النهاردة وبنقوله كل سنة وانت طيب أحمد قدم مباريات كبيرة جدا أيضا حمزة علاء أفضل حارس في البطولة حتى الآن وأفضل لعب في البطولة الحقيقة حتى الآن ودي تهنئة نادي الأهلي أحمد نبيل كوكل وتهنئته بعيد ميلاده أيضا محمد أشرف ومصطفى سعد ومحمد مغربي المعارين لسموحة من النادي الأهلي وكل لعبي المنتخب الأوليمبي ألف ألف مليون مبروك التأهل للأوليمبياد ومنتظرين منكم البطولة هدفنا مش بس التأهل ولكن ننتظر أو الكل ينتظر فوز منتخبنا الوطني إن شاء الله في المباراة النهاية والإبقاء على كأس البطولة في مصر زي ما حضراتكم عارفين البطولة الأخيرة منتخبنا استطاع أن يفوز مع كابتن شوقي غريب ولكن البطولة كانت في مصر إذا أنت تروح تاخدها من المغرب يبقى الأهل يخد من الوداد في المغرب وإن شاء الله منتخب مصر إن شاء الله يستطيع أن يفوز على المنتخب اللي هلعبه فيه المباراة النهاية غالباً هيكون المنتخب المغربي لأنه أقوى من منتخب مالي ومنتخب مالي بالمناسبة إحنا كسبنا منتخب مالي 1-0 عموماً مبروك إن شاء الله ننتظر منكم المزيد ألف مبروك للنجم محمد بركات المشرف العام عضو مجلس دورة التحاد كرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأولمبي زي ما قلت لحضراتكم في البداية عندما يكون المتخصص موجود في مكانه مش حطين واحد يبقى موجوده خلاص محمد بركات بتاريخه الكبير وبخبرته الكبيرة جداً جداً استطاع أن يعبر مع المنتخب الأولمبي في ظل الأجواء الصعبة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين فشل ألفين منتخب النشئين وفشل منتخب الشباب أعتقد ده كان بيلقي بظلال صعبة جداً على المنتخب الأولمبي التعادل في أولى المباراة اللي هي كانت الأسهل زي ما سمعته كابتن حارب مبارع هو بيكلم عن هذا الأمر التعادل في المباراة الأولى وخبرة محمد بركات وقعدته مع اللعيبة أنا عرفتي يعني أنه هو قعد مع اللعيبة وقال لهم يا شباب لا إحنا هنكسب وحنكسب البطولة دي كمان وبالتالي ادي لكل واحد حقه ادي لكل واحد حقه فمحمد بركات يستحق الحقيقة كل التحية وكل التقدير على الشغل الكبير اللي عمله مع المنتخب الأولمبي مجموعة المنتخب الأولمبي بالكاميرو جيرو ميكالي أنا بشوف أنه هو مدير فني رائع مع مجموعة يعني فيه منتخبات المنتخب الشباب أو النشئين كان أفضل من كده بكتير جداً وأسماء كبيرة جداً ولكن لم يحلفها التوفيق مع مدير فني جيد بصراحة أنا آسف أن أنا بقول هذا الكلام لو كان معهم يعني منتخب الشباب لو كان معهم مدير فني جيد أعتقد كانت الأمور هتختلف تماماً تماماً خصوصاً أن البطولة كان بتتلاقف في مصر وبالتالي مرة تانية ننتظر منكم المزيد أنا عارف أن كل حاجة بتوصل لهم فننتظر منكم المزيد شعب مصر كله حيبقى معاكم إن شاء الله في المباراة النهائية وحنبقى دايماً في ظهركم شكراً للمشاهدة